مشاهد دينا الساعة الوقت التسعة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يا دين شكر لك مننا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماع لوزراء خارجية تجمع بريكس في مدينة ينجيني نوفو جرود الروسية ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين الاجتماع كما تشمل الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع لبحث سبل تعديد ودعم العلاقات والتعاون الثنائية من إضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب على قطع غزة وزعت واشنطن مشروع قرارا معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار وأوضحت مصادر ديبلوماسية أن مشروع القرار الأمريكي المعدل يرحب باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن ووقف إطلاق النار المعلن في 31 مايور ماضي وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأمريكي يحثر إسرائيل وحماس على تنفيذ الاقتراح بالكامل دون تأخير ودون شروط وأكدت المصادر أن مشروع القرار يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطع غزة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة وعلى الدفاع المدني بغزة استشهاد ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة كما أعنات مصادر طبية بقطاع غزة استشهاد 35 شخصا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلية بني جانتس استقالته من حكومة الحرب مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الأخطاء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي كما دعا جانتس نتانياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات وأضاف جانتس أن الاعتبارات السياسية في حكومة نتانياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في الحرب على غزة وفي الوقت نفسه أعلن وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بني جانتس تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادره اللبنانية أن حزب الله استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم والصماقة بتلال كفر شوبة المحتلة كما دوت صفارات الإنذار في المطلة وكريات شمونة وبلدات أخرى بعد تحذير من تسالل مصيرة ومن جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على عناصر الحزب الله قامت بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات نحو طائرات حربية حلقت في سماء لبنان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي ألحقت أضرارا بسفينتين تجاريتين في هجمات صاروخية في خليج عدن خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وذلك في إطار الحملة المستمرة التي تشنها قوات الحوثي ضد الملاحة الدولية عبر المحيطات وأوضحت القوات الأمريكية أن قوات الحوثي قصفوا سفينة الحاويات تافيشي التي ترفع علم لايبيريا ومملكة لسويسرا بصاروخ باليستي مضاد للسفن كما قامت قوات الحوثي بقصف السفينة نور ديرني وهي سفينة الشحن مملوكة لألمانيا وترفع علم أنتيجوا وبربادوز قالت رئيسة المفاوضة الأوروبية وعضو حزب الشعب الأوروبي أرسولا فوندرلاين إن الحزب الذي ينتمي إليه يمين الوسط سيبني حصنا ضد المتطرفين من طيري اليسر واليمين جاء تصيحات فوندرلاين في رد فعل على النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي التي أظهرت تقدم حزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على 181 مقعدا وجاء بعض حزب الاشتراقيين والديمقراطيين الذي حصل على 135 مقعدا أفادت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن مسؤولين في سول أن من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في سول بشأن تحسين تنصيق الرد النووي للحلفاء خلال الحرب مع كوريا الشمالية وسط قلق بشأن ترسانة بيونج يونج المتنامية ورياضيا يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب غينيا بيساو في السابعة من مساء اليوم في إطار الجولة الرابعة من مجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى غينيا بيساو بعد رحلة طيران شقة استمرت أكثر من ثماني ساعات على مدن طائرة خاصة ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال برصيد تسع نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من منتخبات جيبوتي وسيرليون وبركينا فاسو ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى موسيقى